تمضي الأيام ويتغير الناس لكن الطرقات هي نفسها وللقراج نفسه لم يتغير فيه شيء هنا قراج قضاء سوق الشيوخ أحد أهم مراكز انطلاق الحافلات التي يعتمد عليها أهالي محافظة ذيقار ورغم أهمية القراج إلا أن أي من الخدمات أو تنظيم العمل لم تصل لهذا المرفق الخدمي لا قراج لا سيارة كلا سيارة فوق سيارة سيارة فوق سيارة ويتعاركون سيارة لبك وما يكون حتى قراج يعني ما يعرفون سيارة قراج قال حكومة وين الناشد منحنا غير الناشد الحكومة الناشدين الحكومة قال منح حكومة ومشكلين حكومة وننتخب بس بالانتخابة وقراج ما حد ما سيارة قراج في مقابل ذلك تقول محافظة ذيقار إن العمل لا يزال مستمرا على قراج الناصرية الكبير وقد يفتتح خلال فترة قصيرة بينما يشير الأهالي إلى أنه لا يلبي احتياجاتهم فضلا عن الفساد الذي يتغلغل في تلك المشاريع المتعثرة كل ما يجي وزير خلاف دائما يصير بين الهيئة النقل وبين البلدية قلنا لهم خصصونا هذا قراج وشوفنا معاناتنا كل أصحاب عوال بها أربعة آلاف سيارة داخل قراج الداخل ما يكون يدون حولنا قراج بغداد هنا يكون من سابع مستحيل واحد يمشي إلى خمس كيلوات ويرجع بخمس كيلات ويزور كروه خمسمية بينما السوق الشيوخة ثلاث كيلوات أمام هذا التردي في الخدمات الأساسية ومنها النقل العام يبقى مطلب تحسين الخدمات والارتقاء بها أحد أهم مطالب أهالي ذيقار وعموم المحافظات التي تحولت مراكز انطلاق الحافلات فيها إلى ما يشبه مكبات النفايات التي تنقل الأمراض للأهالي بينما تتكفل الطرق المتخسفة وغير المعبد بشكل صحيح بمهمة أخرى وهي حصد أرواح العراقيين الذين يؤكدون أنهم خسروا في ظل هذه العملية السياسية كل شيء حتى أقل مظاهر الحياة الكريمة